دكتور حسام وافي لي حاجة كده بيقولها أنه لما بتقومي تتحرقي ساعة قبل الفجر بشوية طبعا وتعملي كمان ما يجيش جلطات بالزبط ويمكن اكتشفوا العلماء أن دي الوقت اللي بيحصل فيه تمام 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 أنا بقول لحضرتك الحوار ده الحقيقة طبعا مع أخويا والأستاذ العلامة الكبير عالم الجليل أيها طبعا يعني صديق العيلة ووالده الحقيقة كان صديق لولدي ويعني في عشرة طيبة بنا سبحان الله وبعتز به وكلامه الطيب فطبعا الدكتور حسام وافي أكد هذا وأيضا الدكتور مجدي عقوب أنا فتكرت دلوقتي كان مجدي الدكتور اللي سبحان الله مجدي عقوب وهو مع لميس الحديدي الأستاذة لميس والحوار ده دار بينهم فأنا قلت سبحان الله شوف حكمة ربنا جل جلاله يعني كل حاجة لحتى السنن لما بتلنا أنتزم بيها من وراها خير من وراها راحة عشان نتقرب إلى الله نتقرب إلى الله بقى كتاني لا استغفار